بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقدر جبر المنصفات ومع الدرس الثاني الجزء التاسع في التمرين السابقة ترسنا حلول لنظام خطي غير متجانس وعرفنا أنه يمكن أن يكون له حلا وحيدا أو عدد لنهاء من الحلول أو لا يكون له حلا على الإطلاق الآن ماذا عن النظام الخطي المتجانس؟ ماذا عن عدد حلول النظام الخطي المتجانس homogenous linear system لو تتذكرون هو النظام الذي كل الأعداد التي على يمين المعادلات هي أصفار وعرفنا من قبل أن homogenous linear system is consistent بمعنى أن له حلا واحدا على الأقل الذي كان يسمى trivial solution الحل السهل أو zero solution وهو بأن نضع كل متغيرات بأصفار فإذا جمعناها مع بعضها صار الطرف الأيمن لكل المعادلات أصفارا هذا إذا كان عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل ماذا عن إذا كان عدد المجاهيل أكثر من عدد المعادلات؟ معنا الآن نظريتان توضح لنا ذلك النظرية الأولى free variable theorem for homogeneous system نتكلم عن المتغير الحر الذي سوف نضعه ببرامترات RST وهكذا if a homogeneous linear system has N unknowns لو عندنا نظام خط متجانس له عدد من المتغيرات عددها N and if the reduced row echelon form of its augmented matrix has R non-zero rows إذا كانت المصوفة الموسعة في شكل reduced row echelon form لها R من الصفوف غير الصفرية كان ذن لهذا النظام N ناس R من المتغيرات الحرة N ناس R free variables بما أن مثلا إذا كان عندنا ثلاث معادلات وعندنا أربع مجاهيل فنطرح عدد المعادلات من عدد المجاهيل أربع ناقص ثلاثة يكون لنا متغير حر واحد فقط إذا كان عدد المجاهيل أربع وعندنا معادلتين صار عدد المتغيرات الحرة أربعة ناقص اثنين يسوي اثنين يمكن أن نأخذها في هذه الحالة R و S وما إلى ذلك من الرموز النظرية الثانية A homogenous linear system was more unknowns than equations has infinitely many solutions إذن النظام الخطي في حالة ما إذا كان عدد المجاهيل أكثر من عدد المعادلات فإنه له عدد لا نهائي من الحلول إليكم المثال التالي في هذه المصفوفة التي هي في حالة Reduced row echelon form كل leading one فوقه أصفار وتحته أصفار هذا أيضا فوقه أصفار وتحته أصفار عندنا كم متغير في هذه المعادلة تستسنين هذا العمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة متغيرات ستة متغيرات كم عندنا معادلة وهي عدد الصفر الغير صفرية واحد اثنان ثلاث صفر غير صفرية عندنا ثلاث معادلات حقيقية تربط بين هذه المعادلات إذن كم عندنا متغير حر Free Variable ستة اللي هو عدد المعادلات عدد المجاهين ناقص ثلاثة اللي هو عدد المعادلات يعطي ثلاثة Free Variables يمكن أن نأخذها R و S و T هذا يعبر عن X1 وهذا يعبر عن X3 وهذا يعبر عن X6 لذا ما هي Free Variable ذا التي سوف نأخذها هي X2 يمكن أن نأخذها بR و كذلك X4 نأخذها بS و X5 نأخذها بT من المعادلة الثالثة المتغير السادس X6 يساوي صفرا 1 في X6 يساوي صفرا لو عوضنا في المعادلة الثانية صف الثاني لو وجدنا أن 1 هذا هو معامل X3 3 و 2 و 2 هو معامل X4 2 X4 هي بS يساوي صفرا أي أن X3 يساوي سالب 2S يساوي صفرا لو عوضنا في المعادلة 1 طويضا خلفيا لو وجدنا أن 1 هذا هو معامل X1 زائد 3 X2 يساوي يساوي ثلاثة 3 R سالب 4S سالب 2T و ملخص الحل موجود عندنا في هذا المربع مربع مربع ترجمة نانسي قنقر